يتصارعون على مكاسبهم الشخصية والحزبية ثم يدعون أن خلافاتهم من أجل مصلحة الشعب العراقي يقول ناشطون عراقيون وصفاً للجدل البرلماني بشأن إقرار موازنة العام الحري قانون موازنة الذي كان من المفترض أن ينجز مع بداية العام تأخر أشهراً بسبب خلاف الكتل السياسية بشأن الإيرادات والمصروفات مما دفع بعض القوى السياسية إلى أعلان مقاطعتها جلسة التصويت على الموازنة لتضمنها فقرات وصفتها بالكارثية اقتصادياً واجتماعية وكذلك فقرات خلافية بشأن حصص محافظات الوسط والجنوب وكذا محافظات كردستان العراق المغيبون والنازحون ومشاريع إعادة الأعمار في المحافظات التي شهدت العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش كانت هي الأخرى ملفات خلافية في الموازنة الجديدة فكل ذلك يعني أموالاً تذهب إلى جووب بعض المؤسسات التي تتحكم فيها الأحزاب وميليشيتها مما يعني بحسب المراقبين أن الخلافة إنما يدور على كعكة المكاسب غير المشروع للأحزاب والميليشيات وليس من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب العراقي الذي قمعته الميليشيات وأراق الدماء أبنائه حين رفعوا أصواتهم مطالبين بحقوقهم المشروع ولا يخلو الأمر من أهداف أخرى سياسية تستهدفها الكتل النيابية فالانتخابات قادمة وأصوات العراقيين مطلوبة ولذا فمن الذكاء السياسي مغازلة أحلام البسطاء بالحديث عن رفع العبء وتخفيف المعاناة في حين الأرقام تتحدث عن مقترحات في الموازنة الجديدة بفرض مزيد من الضرائب على بعض السلع والخدمات مما يثقل كاهل المواطنين بأعباء جديدة ويفاقم معاناة الكثيرين في المحصلة فإن الجدل بشأن إقرار قانون الموازنة في رأي محللين يعد حلقة أخرى من حلقات متاجرة السياسيين بأوجاع العراقيين ومحاولة تحصيل أكبر قدر من المكاسب المادية والسياسية على حساب مصالح الشعب العراقي ترجمة نانسي قنقر